من دبن كلامات مستر بيتسو مسماني كمان ودي جزئان عادة تطرق لها في الحقيقة ناور الراجل في المؤتمر الصحفي قال ان احنا بتدينا المباراة مش احسن حاجة مش باحسن شكل احنا كنا نتمنى الظروف كانت يعني عكسنا خالص في اللقاء السيناريو اللي كنا حاطينه ما قدرناش ان احنا ننفذه طرد اي من اشرف اثر علينا في الوقت اللي احنا كنا قريبين جدا ان احنا نحرز هدف اول في المباراة كان ممكن يدخلنا في المطش ونقدر نرجع ونتعادل لكن هي دي كرة القدم كمان تطرق لفريق بالمرس وتطرق لجزئية الانذار التاني اللي خده افشا في مباراة اليوم قال يعني هو انه منطق اللي يقول ان ممكن يكون فريق بيشارك في كاس العالم للاندية اللعب بتاعه ياخد انذار في المباراة الاولى لمجرد ان الفيفا قررت ان هو يشارك في الدور ربع النهائي وفي المقابل بطل امريكا الجنوبية يشارك في نصف النهائي فلو لعب منهم خد انذار النهاردة ايه اللي هيخساره يعني اي اللعب فيهم هياخد انذار كده كده هيلعب المطش الجاي مش هيتوقف لانه هم ملعبش اصلا مباراة قبل كده ففراسهم احسن بكتير الامور كلها مترتبة بننزلهم بشكل افضل سواء هم او بطل اوروبا في الحقيقة ويعني هو شايف ان ده يعني حاجة مش 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 فير خالص من الاتحاد الدولي لقرة القدم لكن الاهم ان شاء الله بإذن الله حيتم التفكير في ما هو قادم التفكير في ميداليا برونزيا اي ان كان هتقابل تشيلسي او الهلال يعني التوقعات اكيد بتقول ان الهلال هو الاقرب في مواجهتك في مباراة المركز التالت والربع هي الفريق كبير جدا وصعب جدا جدا حتى لو هتقابل تشيلسي طبعا فتشيلسي غني على التعريف مش محتاج ان احنا نقول على مدى صعوبة هذه المباراة لكن هتحاول ان انت ترجع مصر ان شاء الله بإذن الله بميداليا برونزيا من ضمن الخطوات التي اتخذها الجهاز الفاني وهي خاصة بالاستعداد للمباراة القادمة ان بكرة حيكون اجازة تامة بالنسبة للعبين ربما يكون في بعض التدريبات في صالة الجن التدريبات خفيفة بالنسبة لبعض اللعبين طبقا يعني للمتابعة الفنية والبدانية الخاصة بالجهاز الفني في هذا الشق تحديدا في كل الاحوال ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم يا كابتن اسلام يعني اللعباء كان نوضح عليهم الزعل من اول ما وصلوا هنا دخلوا على طول على العشاء خلاصوا حتى بسرعة على الغرف بتاعتهم فيه تأثر كبير يعني عند بعض اللعبين ابرزهم حمدي فتحي في الحقيقة حمدي دايما قلبه على على الفرقة بيبقى بيماوت نفسه في الملعب الراجل بصراحة وكان زعلان بشكل كبير مش هو بس طبعا كل اللعباء زعلانين لان كان نقدر كنا نقدر كابتن اسلام اعتقد انت تتطفق معايا وكل الجماهير تتطفق معايا بعض التفاصيل الصغيرة اللي اثرت وايضا يعني الزروف اللي كانت محيطة بالاهلي فيما قبل هذه البطولة اثناءها كمان فدي من دمن الامور المهمة لهم